موسيقى الامم المتحدة تقول انها عاجزة عن ادخال المساعدات الانسانية الى الغوطة الشرقية المحاصرة في ظل استمرار حملة القصف ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يتهم فصائل الثوار بعرقلة دخول المساعدات الى الغوطة جيش الاسلام يعلن مقتلى ستة وثلاثين عنصرا من قوات النظام وتدمير دبابة وعربة مدرعة في كمين على جبهة حوش الضواهر بالغوطة الشرقية لدمشق منظمة حظر الاسلحة الكيموية تبدأ تحقيقا في هجمات لقوات النظام في الغوطة الشرقية كان اخرها وقع اليوم الاحد وهيئة طبية تقول ان الهجوم اسفر عن مقتل طفل وسبب اعراض مشابهة لاعراض التعرض لغازي الكلور الجيش الحر يعلن السيطر على قريتي انقلة وسنارة وفتح الطريق بين ناحيتين راجو وجنديريس في ريف عفرين ضمن عملية غصن الزيتون ويؤكد مقتلى سبعة وعشرين عنصرا من وحدات الحماية الكردية خلال المعارك جبهة تحرير سوريا تسيطر على مدينة ومعبر موريك في ريف حماء الشمالي بعد انسحاب هيئة تحرير الشام منها وتسلم المعبر لادارة مدنية ونشوب اشتباكات في منطقة باب الهوى بريف ادلب بين تحرير الشام وجبهة تحرير سوريا استشهاد اربعة مدنيين بينهم امرأة وجرح اخرين بقصف جوي بالصواريخ الفراغية على مدينة خانشيخون جنوبية ادلب وقوات النظام تستهدف بالصواريخ العنقودية حرش القصابية وحرش عبادين ومحيط بلدة الهبايات في ريف ادلب